مرحباً، اليوم سأحدثك عن الكارثة العظمى التي وقعت على سطح الأرض وعن محبة الله الكبيرة أيضاً ربما سمعت عدة مراتنا الحديث عن نهاية العالم نريد أن نعرف متى وكيف ستحدث فنجد أن كتباً وأفلاماً كثيرة تتحدث في التلفزيون عن ذلك هل تعلم؟ الكتاب المقدس تحدث كثيراً عن نهاية العالم وهو يقول دائماً الحقيقة إذن سأروي لك القصة التي وقعت وذلك منذ زمن بعيد جداً فهي موجودة في الكتاب الأول من الكتاب المقدس لقد مضت عدة قرون منذ سقوط الإنسان في الزنبي فآدم وزوجته أنجبوا عدة أفتفال وأحفاد فالأرض كانت تمتلئ شيئاً في شيئاً بالسكان الذين قاموا برحلات كثيرة ثم شكلوا بلداناً صغيرة بالطبع ففي البداية كانوا كلهم قرب جنة عدنين في الزمن الذي كانت فيه قصص الأجداد هي التي تروى بين الناس والحديث عن الله أيضاً لم يكن هناك بعد التلفزيون للأسف فمنذ أن عصى آدم الله فالشر والذنب دخل قلوب الناس لدرجة توسعهما شيئاً فشيئاً حتى أن أخذ مكاناً كبيراً بين الناس فأصبح الناس يعملون الشر أكثر من عمل الخير كما أصبحوا أنانيين ونجد ذلك حتى بين الأطفال لقد انتشرت الخصامات السرقة العنف والشتم بين الناس فهذه الحالة أحزنت الله كثيراً لذلك أخذ قراراً مفزعاً والمتمثل في هدم العالم كله كي يعاقب الإنسان على أعماله الشريرة لكن رغم ذلك فقد كان هناك بعض الناس كانوا يطيعون الله ويسمعونه فهم أيضاً حزنوا كثيراً لما يحدث الشر ولما يروا عنف والكراهية اتجاه الله بما أن الله عادل ونقي ويحبنا كثيراً فقد اختار رجلاً وكل عائلته كي ينقذهم من الدمار إنه نوة ويجب أن تعلم أن في زمن نوة كان الناس يعيشون أعواماً كثيرة جداً الأمراض لم تكن كثيرة والناس كانوا يأكلون فقط الخضر والفواكهة أما اللحوم فلم تكن تأكل بعد تصور الآن أن هؤلاء الناس الأشرار يعيشون كثيراً فشرهم دام طويلاً هذا فضيع الله يريد التخلص منهم لكن الحب الشديد الذي يتصف به الرب دفعه إلى إنقاذ عائلة وهي عائلة نوة ففي أحد الأيام قال الله لنوة تكوين الستة ثلتاش فقال الله لنوة نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض إذن طلب منه صنع سفينة ضخمة جداً ومميزة فلها باب واحد سقف ونافذ صغير واحدة ولها عدة غروف وثلاثة أطباق ربما سمعت يوماً الحديث عنها أعلن الله لنوة أنه سيدمر كل الأرض إلا هو زوجته أولاده الثلاثة وخاطباتهم فكانوا ثمانية أشخاص وقرر الله أيضاً إنقاذ أصناف كثيرة من الحيوانات ومن كل صنف ذكر وأنثى إذن أنت فهمت يريد صنع عائلات جديدة من البشر والحيوانات أيضاً بالطبع كان في استطاعات الله محو كل شيء وخلق العالم بالكلمة والإنسان مجدداً من الطين كما عمل ذلك مع آدم ولو سمعت من قبل قصة سقوط الإنسان في الخطيئة لعلمت أن الله قد وعد زوجة آدم أنه في المستقبل سيبعث من سلالتها من يسحق رأس الشيطان وبما أن الله يفي دائماً بوعوده إذن يجب أن يعيش البعض من سلالة آدم وزوجته لقد بيّن الله شيئاً مهماً جداً لنوّى وعائلته وهو الرحمة التي تمثلت في الغفران وتحويل الشر إلى الخير الله وحده يملك هذه القدرة لكنه أعطى منها أيضاً لبعض الناس الذين يضعون فيه الثقة كنوّى مثلاً نوّى وعائلته احتاجوا كثيراً إلى القوة والشجعة لأن كثيراً من الناس الأشرار استهزأوا منهم وعملوا لهم الشر كثيراً هؤلاء الناس ليس لديهم إيمان بالله ولا نهاية العالم كتاب المقدس يقول أنهم واصلوا في عمل الشر كأن لا شيء سيحدث لقد وضعوا عدة فخخ لنوّى كي لا يصنع السفينة لكن الله ساعده لقد رأوا الحيوانات تدخلوا في السفينة زوجين زوجين لكنهم لم يفكروا في الدخولهم أيضاً إنه لا شيء مؤسف ومحزن هل تتصور كل الحيوانات بأصنافها المختلفة؟ هي أيضاً لم تكن تأكل اللحومة فذلك عليه جمع الكثير من العشب لكنه لا يعلم الكمية التي يجب جمعها لأنه لا يعلم ما هو عدد الحيوانات التي سيضعها الله في السفينة لكن الله أعطى قدرة كافية من الزكاء لنوّى كي يعمل الأشياء جيداً ونجد أن الحيوانات التي ستقدم كقربان لله فعددها أكبر من الحيوانات الأخرى العمل كان شاقاً بالنسبة لنوّى وعائلته لكن الله ساعدهم فهم أنهوا العمل الذي طلب منهم رغم أن الأشرار حاولوا إفشالهم حذر الله نوّى أنه بعد أسبوع سيسقط أمطاراً غزيرة خلال أربعين يوماً وأربعين ليلة وذلك كي يمحو كل شيء وهذا ما يسمى بالطوفان كتاب المقدس يقول أن نوّى حذر الناس من الطوفان وعدلت الله لكن ولا واحد سمعه أغلق الله السفينة ولا واحد يمكنه الدخول فيه إنها النهاية بعث الله عاصفة قوية وأمطاراً غزيرة بدأت تطهاطل حتى غطت كل الجبال لقد غرق كل الأشرار الذين كانوا يستهزئون من تحذيل نوّى لهم والحيوانات التي بقيت أيضاً غرقت كلها وحتى الأشجار والأعشاب غرقت الشيء الوحيد الذي بقي هو السفينة الكبيرة ومن فيها إنها نهاية العالم وضع نوّى وعائلته ثقتهم في الله إذ أنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث لم يحسوا بالمللي في السفينة فقد كان لهم كثيراً من العمل حيث اعتنوا بالحيوانات وبعد أن مضت الأيام والليالي التي تهاطلت فيها الأمطار الغزيرة بعث الله الرياح القوية التي دفعتها عن اليابسة فبدأت المياه تبتعد شيئاً فشيئاً وذلك دام خمسة أشهر ثم توقفت السفينة على قمم أحد الجبال وبعد مرور ثلاثة أشهر ظهرت قمم الجبال الأخرى فبعث نوّى من نافذة السفينة غراباً لكن هذا الغراب لم يجد بعد أرضاً يابسة بعدها بعث حمامة فهي أيضاً لم تجد أرضاً يابسة فرجعت هي أيضاً وفي الأسبوع المقبلي كرر نوّى نفس الشيء مع الحمامة فرجعت حاملة في منقها غصلاً من شجرة الزيتون إذن استنتج نوّى أن المياه انخفضت تحت مستوى الأشجار بعدها كرر ذلك في الأسبوع الموالي فالحمامة لم ترجع لذلك نزع نوّى سقف السفينة فلاحظ أن الأرض أصبحت يابسة فرح الجميع فأسرعوا إلى الخروج منها لكن نوّى رجل حكيم انتظر أولاً إشارة من الله فأمرهم الله بالخروج من السفينة شهرين بعد ذلك كما أمرهم أيضاً بإنجاب كثير من الأطفال حتى أن تمتلئ الأرض التي أصبحت خالية هذا الشيء تطلب كثيراً من الأعوام فنحن الآن كلنا أولاد نوّى لقد صنع نوّى عملاً جيداً بعد خروجه من السفينة وهو تقديم قرباناً لله هل تتذكر؟ لقد ذكرت في قصة السقوط أن الله قد ظحّى بحيوانين كي يغطي بجلديهما آدم وزوجته وبيّن لهما أنه عمل ذلك من أجل أصيانهما لأوامره فكان ينبغي سيلان الدم إنه لا شيء فضيع فمن ذلك الحين أصبح الإنسان يقدم دائماً قرباناً لله كي تغفر له ذنوبه أو كشكر له أيضاً حيث يسيل دم الأضحية وكما ذكرنا من قبل فالحيوانات التي تقدم بقربان لله فهي كثيرة في السفينة فرح الله بقربان نوّى فوعده أنه لن يهدم أبداً الإنسان ولا الأرض بالطوفان بذلك صنع الله إشارة في السماء أنه سيفي بوعده فقوس قزحة التي تراه في السماء حين تسقط الأمطار يتمثل في تلك الإشارة فبذلك يبين الله محبته الكبيرة للإنسان رغم أنه يعرف ويقول أن الإنسان يميل إلى الشر بطبعه ففي ذلك الوقت أصبح الإنسان آكل اللحوم إذن أصبح يصطاد الحيوانات ويأكلها إن الطوفان يعتبر الحدث الوحيد لنهاية العالم عبر كل تاريخ الإنسانية فكوارث كثيرة تحدث في العالم بلدان وجزر بأكمنها قد تهدمت وزالت لكن الطوفان لم يحدث ولا مرة يريد الله أن يحيي الإنسان وأن يعيش رغم أنه يعلم أنه شرير بطبعه لذلك قرر إصلاح العلاقة معه إذن نزل على سطح الأرض تحت هيئة إنسان وهذا الإنسان يتمثل في يسوع المسيح والهدف من ذلك هو إنقاذنا من العذاب الأليم والدائم في جهنم وإذا رغبت في مزيد من المعرفة حول ذلك اسمع قصة عيد الفصح التي تجدها في الجزء الثاني من الكتاب المقدس أي العهد الجديد تعلم كثيرا من الناس يطرحون السؤال لماذا لا يقف الله الأشرار والشر لكن الكتاب المقدس يقول أن الله صبور فهو يريد إنقاذ العديد من الناس من واجب كل الناس طلب الغفران من الله من أجل خطياهم وذلك إذ أرادوا أن ينقذوا من نار جهنم وعذابها نعم الله عدا أنه لن يبعث طفانا مرة أخرى ولكنه وعد أيضا بيوم الحساب الذي سيحكم فيه بالعدل ويعاقب كل من لم يؤمن بيسوع المسيح وكل من لا يضع الثقة فيه إذ جهنم هي التي ستهدم كل شيء لكن ما يعني ذلك سأتركه لحكاية أخرى الآن سنصلي يا رب أشكرك على صبرك يا رب أشكرك على وعدك للإنسان إذ بأثت مخلصا كي يسحق الشيطان ويغلبه وهذا ما عملته مع يسوع المسيح إذ أعطى لنا النصر شكرا لك يا رب لأنك تحبنا حبا عظيما وتغفر لكل من يؤمن بيسوع المسيح أرجو يا رب أن كل طفل يسمع هذه القصة اليوم يؤمن بالخلاص باسم يسوع المسيح ويضع ثيقته فيك ويؤمن بك يا رب أرجو أن تساعدنا كي نسمع كلامك ونطيعك آمين نقرأ الآن في الأهدى القديم الكتاب الأول من الكتاب المقدس في سفر التكوين الفصل السادس حتى الفصل التاسع إنها طويلة جدا يمكنك أن تقرأ بنفسك في الكتاب المقدس ولكن سنقرأ معا البعض منها ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب أمح عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت إني عملتهم وأما نوى فوجد نعمة في عيني الرب وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما فقال الله لنوى نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض اصنع لنفسك فلكا من خشبي جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقاري وهكذا تصنعه ثلثة مئة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراع عرضه وثلاثين ذراع ارتفاعه وتصنع كوال الفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق وتضع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله فها أنا آت بطفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض يموت ولكن أقيم أهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن كل حي من كل ذي جسدي اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستباقهما معك تكون ذكرا وأنثى وأنت أخذ لنفسك من كل طعام يؤكل وإجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما ففعل نوى حسب كل ما أمره به الله هكذا فعل وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطفان صارت على الأرض وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة ودخلت إلى نوى إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة والداخلاء دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه وتعظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزاحفات التي كانت تسحف على الأرض وجميع الناس ثم ذكر الله نوى وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات وحدث من بعد أربعين يوما أن نوى فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغرابة فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك لأن مياها كانت على وجه كل الأرض فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك ولبث أيضا سبعة أيام أخرى وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا وكلم الله نوى قائلا أخرج من الفلك أنت وإمرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك ولتتولد في الأرض وتسمر وتكسر على الأرض وبنى نوى مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل طيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود لعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت مدة كل أيام الأرض في السحابي فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض فيكون متى انتشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد فلا تكون أيضا المياه طفانا لتهلك كل ذي جسد فماذا كانت القوس في السحابي أبصرها لأذكرها مثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض أقول لكم إلى اللقاء إلى مرة أخرى